مع شروق شمس الأول من يوليو 2013 توقفت حركة الحياة في مصر الشعب يعيد ضبط عقارب التاريخ ليسقط عاماً من حكم جماعة الإخوان المسلمين تجمع المتظاهرون بالألاف أمام دووين المحافظات وأغلقت مجالس المدن والإدارة المحلية وهم يعلنون الصراحة أن شرعية ليست لمن يدعيها وإنما الشرعية للشعب والشعب يريد إسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هكذا أخرج ملايين المصريين الذين قدرت أعدادهم بـ 17 مليون متظاهر البطاقة الحمراء لمرسي وجماعة متحدين تصرحته الجوفاء بأنه لن تكون في مصر ذورة ثانية حين وصل الأمر إلى مرحلة لم يعد يجد معها الندم وأمام سفارات مصر في العالم خرجت الجالية المصرية في ذلك اليوم لتظاهر والاعتصام مطالبين بإنهاء حكم الإخوان تحسباً لقيام عناصر الجماعة بأي أنشطة تخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها أمنت قوات مشتركة من الجيش والشرطة المناطق الحيوية والسجون باستخدام الدبابات والطائرات في الوقت نفسه تعهدت قوات الأمن بحماية المتظاهرين السلميين من أي اعتداءات خاصة بعدما خرجت مسيرات طلاب الجامعة بالآلاف باتجاه قصر للتحادية حيث ضربت الخيام وأعلن اعتصام مفتوح إلى حين عزل الرئيس مرسيم بعدما أعلنوها صريحة كما قبضت قوات أمن القاهرة على بعض عناصر الجماعة لحيازتهم قنابل الملتوف والأسلحة البيضاء وبعدما أطلقوا النار على بعض المتظاهرين في محافظة القليوبية على الجانب الآخر أعلنت منصة رابعة العدوية وصول مليونين من مؤيد الجماعة بدأ أن البلاد تنزلق إلى حرب أهلية وعلى أحدهم أن يتدخل ليحولا دون التقاء الجمعين هكذا أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك عصر الاثنين الأول من يوليو إمهال القوى السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن ترجمة نانسي قنقر